موسيقى السلام عليكم كيفكم طلابنا الصف التاسع اليوم رايح يكون لقائنا بكم بتجدد مع موضوع التوابع وهو موضوع في غاية الجمال التوابع في اللغة العربية هي أربع توابع النعت العطف البدل التوكيد واليوم سنتناول أول موضوع وهو النعت مع المعلمتكم المحبة لكم عبير العمري النعت النعت احنا مرمعنا بصف السابع بصف الثامن النعت بل مقصود بالنعت أو الصفة ممكن في مصطلح نسمى الصفة النعت هو تابع ما المقصود بالتابع؟ بيتبع ما قبله التابع هو كيف أنت بتقول تابع لصاحبك؟ أو تابع لقريبك؟ يعني أنت بتتمثله بكل الصفات فهو يتبع ما قبله بالحركة الإعرابية يتبعه بالتأنيف يتبعه بالتذكير يتبعه بالتعريف فالنعت هو تابع تابع مقصود بالحكم يتبع ما قبله بالحركة الإعرابية فالتوابع في اللغة العربية أربع توابع النعت البدل التوكيد والعطف فسمي التوابع لأنها تتبع ما قبلها سنتعرف عليها في إن شاء الله في الصف التاسع الآن سنقرأ الأمثلة النص الآتي قال عبد العزيز البشري يصف طفلا شرادته الحروب وقال وجه مغبر وصفت الوجه بأنه مغبر وصدغاني غائراني ووجنتاني نائتاني هذه رجل حافية وهذه أسمال بالية تكشف من البدن أكثر مما تواري ليت شعري أهذا شبح من أشباح الظلام أم هو طيف من أطياف الأحلام تنكرها الأيدي وإن تراءت للعيون ها هو يقفز من هنا كالكرة المتدهرجة هنا وهناك واللاعبون المجدون يلاحقونها سواد الليل وبياض النهار كلمة وجه مغبر وجه هنا ابتدأت فيها الكلام فكلمة وجه هنا تكون مبتدأ أنا وصفت الوجه بأنه مغبر قلت وجه مغبر ممكن أقول وجه حزين ممكن أحكي وجه متفائل فأنا هنا وصفت الوجه بأنه مغبر إذن مغبر نعت مرفوع وصدغاني هنا الوا وعطف وإحنا رايحين نأخذ التوابع أيضا فيها العطف العطف من التوابع التوابع أيضا تتبع ما قبلها وصدغاني هنا تعرف صدغان اسم معطوف مرفوع غائران نعت مرفوع لأنه ما قبلها مرفوع بالألف والنون تتبع ما قبلها نعت يتبع ما قبله ما قبله مرفوع بالضمة بأخذ الضمة ما قبله مرفوع بالألف والنون يأخذوا الألف من نور الألف والنون ما قبله مجرور بكون مجرور بأخذ نفس الحركة يا ميس تمام فهو نعت مرفوع بالألف لأنه مثنى ووجنتان أيضاً الواو عطف وهنا اسم معطوف نائيتان هنا أيضاً نعت مرفوع لاحظوا هنا طابق المنعوت الوجه هو المنعوت والمغبر هو النعت طابقه في التذكير طابقه بالإعراب طابقه بأنه أخذ نفس الحركة الإعرابية هنا تثنية طابقه بالتثنية هذه رجل حافية هنا خبر حافية نعت مرفوع اللاعبون مجدون جمع جمع إذا كان جمع بأخذ نفس الحركة معرف بألبه أخذ نفس الحركة اللاعبون المجدون طابقه بالتعريف وممكن إذا كان نكرة بأخذ نفسه نكرة إذن بطابقه بالتعريف بطابقه بالتأنيث بطابقه بالإعراب بطابقه بالجمع إذن اللاعبون أيضاً اسم معطوف مرفوع مجدون نعت مرفوع كالكرة المتدحرجة كالكرة الكاف هنا حرف جار يأتي بعدها اسم مجرور طبعاً أنا لازم أحط ببالي أنه المنعوت يعرب حسب موقعه في الجملة أما النعت دائماً بعرب نعت ويأخذ حركة ما قبله كالكرة المتدحرجة اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره والمتدحرجة نعت مجرور إذن الكرة المتدحرجة هنا الكرة مؤنث أخذ حركتها جاءت مجرورة أخذ حركتها مجرور معرفة بأل جاء معرف بأل فلاحظوا أنه النعت يطابق المنعوت في الحركة الإعرابية في التثنية في التعريف في الجمع في الإفراد فهذا هو تعريف النعت أنه يتبع ما قبله يتبع ما قبله ما المقصود بكلمة يتبع ما قبله يأخذ نفس الحركة الإعرابية ويطابق بشروط نفسها تمام يا ميس؟ إذن تأمل ما تحته خطف النص السابق تأملنا الكرة المتدحرجة اللاعبون المجدون ووجه مغبر صدغاني نائيان ورجل حافية ووجنتان نائمتان وأسمال حافية أي نوع من الكرة توصف بها الكاتب الطفل الشريف؟ أهي الكرة الساكن عام المتدحرجة؟ الكرة المتدحرجة إذن هنا النعت بدي أعرف يا ميس بأنه النعت يتبع ما قبله بالحركة الإعرابية وبتكون من منعوت والنعت والمنعوت يعرب حسب موقعه بالجملة إذن المنعوت يعرب حسب موقعه في الجملة الآن ننتقل إذن النعت هو تابع يذكر بعده اسم المتبوع المنعوت ليصفه بقصد إفادة التوضيح إذن لاحظوا ممكن أنه يفيد للتوضيح إذا كان معرفة لاحظ مثل الكرة المتدحرجة أفادت التوضيح رجل حافية هنا أفادت التخصيص لماذا تخصيص؟ لأنها نكرة لنكرة فإذا كانت التخصيص بتكون نكرة لنكرة إذن نكرة لنكرة تفيد تخصيص نكرة لمعرفة تفيد التوضيح ممكن أن يحكي لي حدد النعت والمنعوت والفائدة منه إذا حكى لي ما الفائدة منه إذا كان الاسم نكرة لنكرة يفيد التخصيص نكرة لمعرفة يفيد التوضيح تمام يا ميس؟ نريد الآن أن نطبق ذلك في الجدول الآتي نريد تطبيق الدرس النعت اقرأ ما يأتي ثم املأ الجدول بما هو مطلوب قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور لاحظ المثال الأول تعدد فيه إبنعت يصعد الكلم الطيب كلمة هنا الكلمة جاءت بعد الفعل هنا تكون فاعل فعندي التركيب الكلم الطيب المنعوت هي كلمة الكلم أين جاء النعت؟ الكلم الطيب الطيب هنا نعت وصفت الكلم بأنه طيب الكلم الطيب معرف معلرف فهنا أفادت التوضيح حكينا معرفة لمعرفة تفيد التوضيح نكرة لنكرة تفيد التخصيص تماما؟ إذن الكلم الطيب العمل الصالح هنا المنعوت يكون قبل النعت العمل هنا المنعوت والصالح هنا النعت العمل الصالح إذن شو الفاعد منه أيضا؟ التوضيح والعمل الصالح يرفعه هنا العمل جاءت معطوف لأنه قبلها حرف عطف اسم معطوف مرفوع والذين يمكرون لهم عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد المنعوت هنا كلمات عذاب لاحظوا يمس هنا نكرة لنكرة وإذا كان معرفة لمعرفة تفيد التوضيح نكرة لنكرة ماذا تفيد؟ أحسنتم تفيد التخصيص عذاب شديد تفيد هنا التخصيص إذن معرفة لمعرفة تفيد التوضيح معرفة لمعرفة تفيد التوضيح نكرة لنكرة تفيد التخصيص ننتقل إلى المثال الرقم 2 لم يكن لقبضة الفأسي الحادة أين هنا النعت؟ أحسنتم لا نعتبر الفأسي هنا نعت لأنها لقبضة لام حرك جر قبضة اسم مجرور وهو مضاف لأنه اسم نكرة بعدي ومعرفة الفأسي الحادتي أنا وصفت بأنها الفأسي الحادتي طابق المنعود في الحركة الإعرابية وفي التعريف إذن المنعود هنا الفأسي والنعت هي الحادة أفادت هنا التوضيح أحسنتم أفادت هنا معنى التوضيح الفأسي الحادة أن تنال شيئاً من جذعي الشجرة أيضاً من حرف جر جذعي اسم مجرور وهو مضاف أحسنتم والشجرة مضاف إليه مجرور من جذعي الشجرة السامقة وصفت الشجرة بأنها سامقة ما المقصود بسامقة؟ بمعنى أنها طويلة الشجرة السامقة إذن المنعوت هنا الشجرة والنعت هنا السامقة أحسنتم السامقة هنا أفادت التوضيح رائعون لماذا أفادت التوضيح؟ معرفي لمعرفة لولا أن غصناً صلباً وصفت الغصن بأنه صلب غصناً صلباً إذن المنعوت هو غصن وصلباً هو هو النعت إذن غصناً صلباً نكرة لنكرة ماذا تفيد ياميس؟ إذا كان الإسم نكرة لنكرة يفيد التخصيص إذن الكلمة الطيبة الكلمة المنعوت والطيبة النعت تفيد التوضيح لأنه معرفة معرفة العمل الصالح والعمل هنا المنعوت والصالح هنا النعت تفيد التوضيح عذاب شديد عذاب هو المنعوت وشديد هي النعت تفيد التخصيص لأنها نكرة لنكرة الفأس الحادة المنعوت هنا الفأس والحادة هي النعت تفيد التوضيح الشجرة السامقة المنعوت هنا الشجرة والنعت هي السامقة تفيد التوضيح غصنا صلبا المنعوت هنا غصنا والنعت هي صلبا تفيد التخصيص فهنا شروط النعت نريد استعراضها هل ما هي شروط النعت كما تناولناها أنه النعت يأتي نكرة يأتي مفرد يأتي مؤنث يأتي مرفوع وهذه شروط ماذا المنعوت فالمنعوت يطابق في التنكير والإفراد والتثنية ويطابق أيضا بماذا في الإعراض إذن نلاحظ رجل حافية هي معرفة أم نكرة هي نكرة مفرد أم متنع أم جميع هي مفرد مذكرة أم مؤنث هي مؤنث مرفوع أو منصوب أو مجرور هي مرفوع فالهون جاءت نكرة مفردة مؤنثة مرفوعة فكلمة حافية تبعت ما قبلها اللي هي كلمة رجل فالنعت في اللغة العربية يمس يتبع ما قبله فشروط النعت أنه بأخذ حركة ما قبله في الإفراد بالإعراض بالتثنية بالجمع بالتعريف بالتنكير نفس اللي ما قبله يأخذ حركته فلذلك سمي نعت فعرفنا شو مصطلح النعت أنه يتبع ما قبله نريد أن نستذكر تلخيص للقاعدة الكرة المتدحرجة الكرة معرفة اللي هي المنعوت والنعت هي المتدحرجة طابقة ما قبلها بالإفراد الشرط الأول طابقة بالتأنيث الشرط الثاني طابقة بالتعريف والإعراض ما هنا الإعراض نعت مرفوع وجنتان نا إيتان المنعوت هنا وجنتان هنا إيتان هي النعت طابقة بالتثنية طابقة بالتأنيث طابقة بالتنكير طابقة بالإعراض والرفع وجه مغبر المنعوت هو كلمة وجه والنعت هي مغبر طابقة بالإفراد طابقة بالتذكير طابقة بالتنكير طابقة بالإعراض وهو نعت مرفوع اللي هو الإعراض الرفع صدغاني غائران كلمة صدغان هي المنعوت وغائران هي النعت طابقت بالتثنية بالتذكير بالتأنية والإعراض اللي هو الرفع بس هنا الرفع بالألف لأنه مثن اللاعبون المجدون اللاعبون اللاعبون المجدون طابقت بالجمع طابقت بالتعريف والتنكير والتذكير والتأنية والتعريف والإعراض اللي هو الرفع لكن لكن الرفع بماذا هنا بالواو لأنه جمع مذكر سالم إذن النعت كما تبين بأنه يتسبع ما قبله بطابق المنعوت في التعريف في التنكير في التثنية في الإعراض في التعريف أيضا إذن النعت يتبع منعوته في التعريف هذا الشرط الأول الشرط الثاني يتبع بالتنكير الشرط الثالث يتبع بالإفراد والتثنية والجمع يتبع بالتذكير والتأنيث إذا كان مذكر أو مؤنث يتبع بالإعراب الإعراب إما بالضم أو الإعراب الرفع بالألف إذا كان مثنى أو الرفع الواو إذا كان جمع مذكر سالم الآن نريد الانتقال إلى نشاط اثنين منحت اللجنة الأولمبية لاعبا لاحظ لاعبا نكرا نريد أن نختار الأردنية الأردني أردنيا أحسنتم نختار كلمات أردنيا لأنه طابق ما قبله منصوب هنا المنعوت وهنا النعت فلو بدي أعرفها شو بيكون عرابها نعت منصوب اشتريت البضاعة من تاجر أمينا أمينا الأمين أحسنتم أمينا نعت مجرور تبع ما قبله ما قبله مجرور فيأتي أمي نن تولى أمانة الصندوق مدقق مدقق مرفوع فيجب أن يأتي مرفوع ذو خبرة ذي خبرة ذا خبرة ما قبله مرفوع فبختار أحسنتم وأنتم يا تاسع أخذتم في الصف الثامن الأسماء الخمسة نستذكرها فما هي الأسماء الخمسة نريد أن نستذكرها لهذه القاعدة الأسماء الخمسة أبن أخن حمن فو ذو فإحنا اخترنا كلمة ذو ذو خبرة لماذا اخترنا ذو لأن الأسماء الخمسة ترفع بالو واو تنصب بالألف تجرب الياء فكونه أنا ما قبله مرفوع فابدي أختار ذو ما بختار ذي ولا بختار ذا عرفته لاش اخترنا ذو لأنه نعت مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة فأعرفنا لاش اخترنا ذو ذو خبرة لو بدي أعرفها شو بأعرفها نعت مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة الصاحب الثقة لا الثقة نعم لماذا الثقة لأنه ما قبله مرفوع طب أنا ممكن تقول يا ميس في عندي ثقة مرفوعة طب كمان ليش ما اخترتاش لأنها معرف بأل فلازم من شروط المنعوت أنه يطابقوا بالتعريف بالتنكير بالإعراب بالتثنية بالإفراد فهنا ما قبله مرفوع فلجب أن أختار الثقة إذا حطيت ثقة خطأ فيجب أن أختار الثقة لأنه ما قبله مرفوع ما زلت نهر متجدد خطأ ما قبله منطوب فأنا بختار الحركة أيوة طب ليش ما قلتش يا ميس المتجدد ده كمان منصوب طب هي يا ميس أنا بحكي لك أنه بتبع ما قبله فما قبله نكيرا منصوب فبدي أختار ما زلت نهرا متجددا ما بصير أقول المتجدد ده المتجدد خطأ إذن يجب أن أختار متجددا نكرا منصوب قراءة كتابين هنا مثنى فبقول كتابان اثنان خطأ كتابين الاثنين أيضا خطأ لأنه هنا معرف فإحنا قلنا من شروط المنعوت يتبع ما قبله كتابين اثنين أحسنتم هذه هي الصحيحة أختار كتابين اثنين أحسنتم يا تاسع الآن نريد أن ننظم جدول نبين فيه النعت والمنعوت وما الفائدة منه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا خلينا نعمل هون جدول الجملة المنعوت النعت فائدة الجملة اللي هي أجرا كبيرا المنعوت اللي هي كلمة أجرا والنعت اللي هي كبيرا شو الفائدة منه عندما يكون نكرة لنا كرة نكرة لنا فكرة ماذا تفيد تفيد التخصيص أحسنتم طيب في السماء سحاب مثقل بالأمطار سحاب مثقل كجو اليوم الحمد لله السحاب مثقل بالأمطار ومنخفض خير إن شاء الله على الجميع سحاب مثقل إذن نكرة لنا كرة تفيد أيضا التخصيص أحسنتم الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة إذن الكلمة الطيبة الكلمة هنا المنعوت والطيبة هنا النعاذ تفيد التوضيح أحسنتم نكرة لنكرة تخصيص معرفة لمعرفة توضيح التكافل الاجتماعي إذن هنا واحد هنا اثنين ثلاث إحنا مثال أربعة التكافل الاجتماعي يديم المحبة أيضا التكافل الاجتماعي التكافل هنا المنعوت الاجتماعي هنا النعاذ تفيد التوضيح أحسنتم قرأت على صفحة صديقي في أحد مواقع الانترنت منشورين رائعين منشورين رائعين إذن أين النعاذ منشورين منشورين رائعين منشورين هي المنعوت ورائعين هي النعاذ تفيد تخصيص لأنه نكرة لنكرة يحب الله العاملة المتقنة معرفة معرفة أخذ حركة ما قبله نصب نصب إذن ستة العاملة المخلصة إذن العاملة هنا المنعوت والمخلصة هنا النعاذ تفيد هنا توضيح قال محمود درويش عفوا مثال سبعة خطى الأردن خطوات واسعة واسعة في مجال التكنولوجيا خطى فعل والأردن هنا فاعل خطوات هنا مفعول به منصوب تطرقت لإعراب طبعا لماذا يامس لأنها منصوب بالكسرة عوضا عن الفتح لأنها جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم في اللغة العربية يجر بالفتحة عوضا عن الكسر فإنت ممكن تقول ليش هون المنعوت إجاء منصوب هون إجاء مضرور هو جر لكن في اللغة العربية في مصطلح اسمه الممنوع من الصرف ستأخذوا إن شاء الله في الصف التاسع والعاشر بإذن الله الممنوع من الصرف يجر بالكسرة عوضا عن الفتح يجر بالكسرة عوضا عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم وفي اللغة العربية جمع المؤنث السالم في حالة النصب فقط في حالة النصب فقط في حالة النصب فقط يجر بالكسرة عوضا عن الفتح فهنا هي العلامة النصب فخطوات واسعة فهنا المنعوت كلمة خطوات لكن اللي رايح خربطني تحكي ميس إنه هون مجرور هو صح مجرور لكن هو الكسرة عوضا عن الفتح تمام ميس في هاي الجملة شاذ شوي فهنا خطوات واسعة المنعوت هنا خطوات واسعة هي النعت هنا أفادت التخصيص تمام قال محمود درويش وطني جبينك فاسمعيني لا تتركيني خلف السياجي كعشبة برية كيمامة مهجورة عشبة برية يمامة مهجورة في عندي فيها نعد ثنتين عشبة برية ويمامة مهجورة هنا عشبة وهنا يمامة المنعوت وهنا برية وهنا مهجورة هنا تفيد التخصيص لأنه نكرة لنكرة إذن النعت هو تابع يتبع ما قبله بالحركة العرابية ما قبله مرفوع بكون مرفوع ما قبله منصوب بكون منصوب في حالة رقم سبعة شذت يامس لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم في حالة الرفع يرفع بالضم في حالة النصب ينصب بالفتحة لكن في حالة الجمع المؤنث السالم يجرب الفتحة عوضاً عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف في مثال رقم سبعة فأنت رايح تقول يامس أنه طب ما يتبع ما قبله لازم تكون واتعة فأقولكم هذا المثال شاد لأنه ممنوع من الصرف خطوات واسعة هنا هو منصوب لكن جر بالفتحة عوضاً عن الكسر هنا كعشبة برية اسم مجرور وهنا جاء نعت مجرور ما قبل مجرور جاء مجرور كما يمامة أيضاً اسم مجرور مهجورة نعت مجرور ننتقل الآن إلى نموذج من حقوق الإنساني حرية التفكير والتعبير طبعاً حرية التعبير والتفكير كلنا عندنا هذا الحق وهو من حقوق المواطن أن يكون عنده حرية الحق في التعبير الحق في أنك تتحدث عن نفسك الحق في أن تفكر في مستقبلك أن تفكر ماذا تصنع ماذا تريد ماذا ستكون فيما ولما كله يكون عنده حرية شخصية لا يجوز الحديث فيه فهنا من حقوق الإنسان حرية التفكير والتعبير أنا من حقي كطالب أفكر كيف بدي أصير في المستقبل أنا كطالب الصف التاسع أقول أنا ممكن أن أصبح طياراً أن أصبح معلماً أصبح طبيباً فأنا الحق في التفكير الحق في التعبير حق شخصي لا يستطيع أي إنسان التنازل عنه نريد أن نستخرج من النص السابق نعت منصوب ممكن يجيني نمط سؤال أنك تستخرج نعت منصوب نريد قراءة النص إننا نؤمن بأن من حق الإنسان أن يفكر بحرية ورد عندي نعت لم يرد ويعبر عما يريده بحرية تامة حرية تامة هو نعت لكن شو جاء عندي؟ نعت منصوب لم يأتي منصوب نعت مدكر مجرور هو نعت لكن مجرور لكن ليس مدكر إنه نعت مؤنث مجرور أحسنتم حرية تامة أحسنتم نعت مجرور بعيداً عن الجدل الزائفي نريد نعت مجرور ومذكر طابق إذن الجدل الزائفي أحسنتم والتحامل الدني والاتهام الرخيصي والتعدي على صوت الآخرين فالعلاقة الوطنية لو طلب مني نعت مرفوع العلاقة الوطنية نعت مرفوع بس هو ما طلب هي فوق كل اعتباري إذ أن الأفكار تتحول وتتبدل وما نجده اليوم صحيحاً قد لا يكون غداً إلا سراباً خادعاً إذن نعت منصوب كلمة أحسنتم سراباً خادعاً إذن استخرجنا من النص نعت منصوب سراباً خادعاً استخرجنا من النص نعت مذكر مجرور اللي هي الجدل الزائفي استخرجنا من النص نعت مؤنث مجرور اللي هي حرية تامة لأنها فيها تا أضبط ما تحته خط هي الحرية ما قبل مرفوع أنا أقول الحرية المنشودة ولا المنشودة ولا المنشودة إذن هي الحرية المنشودة أحسنتم لأنها نعت مرفوع بالضم الظاهر على آخره أحسنتم نريد أن نصمم جدول من الجمل اللي استخرجناها نبين فيها النعت والمنعوت والفائد منه كما فعلنا في السؤال السابق هنا الجملة المنعوت والنعت والنعت نحن نضغر شوي الجملة المنعوت النعت فائدة الجملة الجملة الأولى اللي هي سرابا خادعا المنعوت هي كلمة سرابا والنعت اللي هي كلمات خادعا الفائدة منه تخصيص تمام؟ هاي واحد اثنين الجملة الثانية الجدلي الزائفي الجدلي هي المنعوت والزائفي وهنا توضيح معرفة لمعرفة ثلاث حرية حرية تامة المنعوت حرية وتامة هي النعت هنا تفيد التخصيص اذا نكرة لنكرة تفيد التخصيص معرفة لمعرفة تفيد التوضيح ننتقل الان الى مثال نشاط رقم خمسة نمثل بجملة مفيدة من انشائك يريد في الجملة الاولى ان تفيد التخصيص قلنا متى تكون تفيد التخصيص نكرة لنكرة وتفيد التوضيح هذا التدريب حتى تتمكن من فهم النعت ومتى يفيد التخصيص ومتى يفيد التوضيح هنا محمد شاب جميل وصفت محمد بانه شاب جميل شاب هنا المنعوت وجميل هنا النعت افادت هنا معنى التخصيص لماذا تخصيص؟ لانه نكرة لنكرة واخذت حركة ما قبله ما قبله مرفوع جاء مرفوع التوضيح نفس المثال مثلا او مثال اخر الطالبة المجتهدة الطالبة المجتهدة طابقة المنعوت رائعة خبرت عنها بانها رائعة طابقة المنعوت طابقة المنعوت بالحركة الاعرابية افادت معنى التوضيح اذا هنا تفيد التخصيص وهنا افادت التوضيح الآن نريد الانتقال الى اخر سؤال في موضوع درسنا اليوم وهو الاعراب والاعراب هو مسألة مهمة يا تاسع المثال الاول حصد الفلاحون لاحظوا النشيطون حصد فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على اخره الفلاحون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم النشيطون نعت لانه وصفت الفلاحون بانهم نشيطون نعت مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم المحصول على مفعول به منصوب الآن نريد الانتقال الى امثلة موجودة في سؤال الثاني قال تعالى فيهما عيناني نضاختان عيناني المفروض انه يحكي عيناني نضاختان فيهما رايحين احنا ناخذ انه من صور الخبر انه كون شبه جملة فهم هاد المثال لازم ما حطوا هون شبه جملة خبر مقدم فعينان هون تعرب مبتدأ مؤخر مرفوع لماذا هون مبتدأ مؤخر لانه الخبر تقدم لانه شبه جملة جاره مجرور من انواع الخبر انه يكون شبه جملة جاره مجرور او شبه جملة ضرفية او شبه جملة جار و مجرور او شبه جملة ضرفية خطو بصف الثامن يا تاسر فهنا تقدم الخبر لانه شبه جملة جار و مجرور فيهما عينان مبتدأ مؤخر مرفوع بالالف لانه مثنى نضاختان نعت مرفوع باش مرفوع هنا ايضا بالالف لانه مثنى ننتقل الى مثال اثنين قال شكسبير عن المرأة المرأة تدأت فيها الكلام هنا مبتدأ المرأة العظيمة طابقة المنعوت اخذت نفس الشروط الحركة الاعرابيين في السائد هنا العظيمة نعت مرفوع باش مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره تلهم الرجل العظيمة العظيمة هنا نعت لكن منصوب لماذا؟ لانها تلهم فعل مضارع مرفوع تلهم هي الفاعل هو انضمير مستطر تقديره هي الرجل مفعول به منصوب العظيمة طابقة الرجل افراد تفكير الحركة الاعرابية فالعظيمة نعت منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره اما المرأة الذكية فتثير اهتمامه في حين ان المرأة الجميلة انها اخذناها بصف التاسع ومرت معنا بالثامن ومرت معنا بالسابع ومرت معنا بالسادس انه واخواتها عندما تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها فهي دخنت على جملة اسمية فالمرأة اسم انها منصوب احسنتم بالفتحة الظاهرة على آخره والجميلة نعت منصوب طابقة المنعود اخذت الحركة الاعرابية بالتأنيف بالحركة الاعرابية بالتأنيف فهو النعت منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لا تحرك في الرجل غير الشعوري بالإعجاب ولكن المرأة الحنونة وحدها هي التي تفوز بالرجل بالرجل الباحر بجار اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره والعظيم هنا نعت مجرور بماذا جاءت نعت مجرور لأنها تبعت ما قبلها مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره إن العالم يشهد تحولات عميقة لاحظوا رجع ذكرنا ب جمع المؤنث السالم قلنا يجرب الفتحة عوضا عن الكسر فتحولات هنا تعرف يشهد هو يشهد هو هنا تحولات مفعول به منصوب بالكسرة عوضا عن الفتح عميقة نعت منصوب تبع ما قبله قلنا هاي الشابة لأنها جمع مؤنث السالم تجرب الفتحة بالكسرة عوضا عن الفتح على المستويات هو نعت منصوب بالفتحة صوب بتنوين الفتح الظاهر على آخره المستويات السياسية السياسية نعت مجرور طابق ما قبله أخذ الحركة العرابية نعت مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره نشاط رقم سبعة يطلب منا أن نقوم بكتابة ثلاثة أسطر عن دور شرطي السير في تنظيم حركة المرور موظفا فيها نعت توظيفا سليما نريد أن نكتب سطر نصف شرطي المرور شرطي المرور رجل عظيم يقوم بتنظيم السير خوفا من حدوث حوادث السير السير في بلدنا العزيزي العزيزي وبذلك يا تاسع قمنا بتعريف درس النعت تناولنا المنعوت تناولنا شروط المنعوت تناولنا النعت وأنه النعت يتكون من منعوت والنعت والنعت هو تابع ما المقصود بكلمة تابع تابع مقصود بالحكم يتبع ما قبله الحركة الإعرابية هكذا كان موضوع درسنا لهذا اليوم وهو درس النعت استمتعت معكم بشرح الدرس النعت وسننتقل إلى التوابع الأخرى في موعد آخر ولقاء آخر يتجدد مع معلمتكم عبير العمري شكرا لكم